بخطة متسارعة يهوي المغرب بفعل الانصياع الكامل للنظامه إلى الكيان الصهيوني حتى أضحت المملكة ملحقة ومحمية صهيونية وفقا لحقوقيين ونشطاء مغاربة دقوا ناقوس خطر ارتهان السيادة المغربية في ظل انفراد نظام المخزن بالسلطة والقرار انصياع تجلى في ممارسات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطا ذكرا لا حصرا حتى بات اشبه بمتحدث رسمي باسم الكيان الصهيوني اخرها تأكيده الذهاب بالعلاقات مع الاحتلال الصهيوني الى ابعد الحدود في خرجة تضاف الى اتفاقيات ومذكرات تفاهم وامتيازات في مختلف المجالات منحت للصهاينة تملقا في صور بائسة لتسريع وتيرة التطبيع او بالاحرى الاحتلال الصهيوني للمغرب بوصف المرصد المغربي لمناهضة التطبيع سيعد محطة مفصلية في تاريخنا الراهين بين مرحلتين وهو بمتابة التزام الرسمي يقضي بالسيادة الوطنية للصهاينة وللحركة الصهيونية العالمية منذ اذن فصاعدا وهكذا ستتابع الموقب منو المهتمون سلسلة من الوقائع والاحداث والقرارات تؤكد كلها ان المغرب دخل ما اسماه عدد من الفائلين والقادة السياسيين عن حق عهد الحماية الاسرائيلية على المغرب او الاستعمار الصهيوني للمغرب لكن الادهوى الامر من كل ذلك هو امعان نظام المخزن في الانخراط في حرب ضد فلسطين ودحض ما اسماه المرصد المغربي لمناهضة التطبيع افتراءات التزام خارجية المملكة بالدفاع عن القضية الفلسطينية مستحضرا حادثة دعوة ممثل فلسطين خلال مؤتمر الاتحاد الافريقي الافارقة للامتناع عن منح الكيان الصهيوني صفة مراقب استجابت دول افريقية وعربية فيما ابى المغرب فكان بريط من المدافعين فضلا عن قمع المظاهرات المساندة لفلسطين وتجريد المشاركين فيها من الكوفيات والاعلام الفلسطينية في وقائع تشيب انفجار وشيك لشارع مغربي مكتو بوضع اجتماعي متهالك